تقس مستقر ولطيف وصحو في أغلب مناطق المملكة في عطلة نهاية هذا الأسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في المملكة يومي الجمعة والسب وتصبح بذلك أعلى من معدلاته المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام بحدود 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الطقس مستقرا وصحوا ولطيف نهارا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا أما خلال ساعات الليل فيسود طقس بارد في أغلب المناطق ويتشكل الضباب في ساعات متأخرة من الليل والصباح في أجزاء من البادية والسهول الشرقية وتؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق بمشيئة لا نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري